هل الزمالك بدأ اشتغل على صفاقات قاعدة بيفكر في لعيبة معينة؟ في الوقت الحالي له صوته يعلو داخل الزمالك على صوت نهاية الكونفدرالية في بعض الناس اللي يعني محبين للناد الزمالك بيحاولوا جسس النبط يعني يشوف اللعيب ده هنا نساعد الندف ده نكلم ده زي مثلا ما كابتن طريق السيد كلمة ماما عشان يرجعوا الزمالك ده فعلا؟ ما حصل فعلا؟ فعلا ازاي بقى؟ في مكالمة من فترة من شهرين تلاتة تقريبا اتكلم امام واستطلع رأيه هل انت حابب ترجع الزمالك تاني كان هو امام عنده ماتش ومكالمة انتهت على كده على يعني على اتفاق انه يحصل مكالمة تانية ومحصلتش مكالمة امام قال له ايه طبيب احنا عايزين نعرف امام قال له ايه لا هو فعله قال له انا مش ها هو طبعا لعيبة كورة دلوقتي في التليفونات مش هيقول لك هو يعني لو انت بتكلمة تقول له انا اسمات الكورة دي من كابتن طريق بس فيه نقطة مهمة جدا اتعاف كابتن طريق حبيبي قديه وحبيبك قديه حبيبي وحبيبك قديه بس هل طبيعة ومنطقة انه كابتن طريق يكلم امام في الفترة ديت وهو مرتبط بتعاقد وتعاقد ممتد مش اخر موسم ويقول له ترجع الزمالك ولو اصلا الكابتن طريق عايزه يرجع الزمالك هنتعابل ان الكابتن طريق مش مسؤول اسم فمن حقه يداردش معه بيداردش فعلا هو بيعرف وجد النظر عشان لو فيه حاجة بيقول للإدارة لو انت حابين فيه كذا كل ده مفهوم طب لو هو امام قال له مثلا انا عايزه ارجع الزمالك فعلا مسلا يعتقد هيرجع ازاي هيرجع ازاي طب هو راح الاهل ازاي يعني راح الاهل ازاي يعني جاء له عرض وخرج وبعد كده لا ما والزمال الاهل ما بحصلش في كده يعني يعني مفيش حاجة اسمها ان انت هيجيلك عرض في امام ده يجي له عرض اروب بمثلاً من الأهل يسيب وده الأهل في سنة من السنين ما سابش عزار و عشرة مليون عشان بيربط في نقطة واحدة بس الإمام خرج من الزمالك لميتلاند تمام عشان يحترف حرفياً تمام تمام بالعكس كمان ده هو هو راجع من ميتلاند كان عايز يرجع للزمالك وجي حاجة معلنة خلاص كل الناس لا أكيد مليون في المية كان عايز يرجع للزمالك هو الحكاية اللي انت عايز تقولها اللي هي بتاعت الكبري والحاجات دي كده لا لا مش عايز كده ومش بيقوله انت هترجع النهاردة انت لو احترفت ترجع عز مالك يعني لو احترفت وعندك عد بره ولعبت بره سنة واثنين هترجع عز مالك كانت الطريق بيكلم يا من ما عايز يعرف هو لسه انت لسه زمان كواب اه عارف حاجة زي هشوف وشك بخير فانتقابل بعد عشرين خمس سردين مكالمة لذيذة يعني طب ما عندك عبقادر عبقادر اللي له التطورات اللي حصلت معي مثلاً ولو خرج كان هيرجع فيه لا اصلا عبقادر خارج بمشكلة هيبقى عكس امام امام ده امام مع معشوق الجماهير الاهلوية دلوقتي بتتكلم باوا نوليك كره المصرية على رأي كابتن ميمي فبتتكلم امام ما يخروع قد بلك امام كان عنده عرض سعودي والنادي الاهلي قال له فبيتكلم مع المسؤولين قال له عرض ده امام طب الحيطش تلعب فيش عروض بس امام نفسه قال في تصريح انه هو لو توج مع الاهلي بدوري قطال افريقيا وفيه عرضه احتراف مناسب ليه فهو حابب يخد التجربة مرة تانية هو مش هيحترف تاني ولو احترف تاني اصلا مين نادي الاشتراف برؤية دارة النادي الاهلي مين هتشتري امام عشوري ازاي وهو قال لك انا اصلا انا رجعت منك عشان بيدربوني الصبح والجاو برد باي منطق يعني باي عقلية ده عقلية ما ينتقلش الدورة عربي ما عربي ده مش احتراف اينو هي يعني في كل احوال دي استبال الاحداث لسواب بسيط جدا مثلا مثلا يعني انا بتكلم معك برده ودي جيف بخالي جي الاهلي عرضه بقى عشر مينون دولار لإمام عشوري ممكن وما ساعتها قال اهلي مش عايز امامي جاي يمشي بس ده رقم كبير فبقى رقم كبير قوي فساعتها ممكن قال لي ما عرفش العشرة ممكن العشرة ده يكون لأهلي شايفه قليل بس المعلومة المؤكدة ان امام جاي لو عرض سعودي خلال الفترة اللي فاتت كان بعد المشاركة في كاس العامل الاندية واتكلموا مع قال لهم انا مش انفى عامش دلوقتي فممكن اخر الموسم بجس نبض مسئول النادي الاهلي قالوا له نصا كده انت لسه جيت يا امام عشان تمشي